مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي من الناس اللي يديرو لواحد كاج ولا واحد يعني الاراني في واحد جيه وكيعطيهم الضوء على طول النهار على طول النهار سموكيوقع كيوقع انهم ما كيرساحوش اولا حان نظرو على الانسان انسان مثلا الرياضيين اللي كيمشيو يديرو يعني هدي معلومة معلومة وغدي نحول من الانسان وغدي نحولها الاراني الناس اللي كيديرو يعني الامسكولاسيون يعني الكمال الاجسام كيترينيو صافي وكيمشيو يعني هدو كيكلو مزيان كيكلو مزيان كيترينيو كي حرقو اذيك السعورات الحرارية اللي كينا في الجسم فوقش كي هذيك العضلات ديالهم كتنمو يعني فوقش كتكوون هذيك العضلات حتى كي ينعسو يعني مني كيكونوا في ساعات ديال الراحة اللي هي إما في الليل إما ولكن ما خلص يعني العدد الساعات يكون كتر من اللازم يعني ثمانية سويع راها كافية أن الإنسان أنه يعني يرد يعني لذيك الراحة دياله فهذيك ثمانية سويع هذيك ثمانية سويع أشنو كيوقع فيها كيوقع فيها أنهم أن هذه العضلات كتنمو يلمشت حتى هو يعني في واحد اللقطة أنه قدر أنه يدير لهذيك التقلصات يعني تقلصات تقلصات يعني في الكمال الأجزام ديكل الحركات اللي كيديروهم يعني في الكمال الأجزام أشنو كيوقع في ذاك لقيتها العضلات ما كتنمو والو حتى كيمشي ناس يعني أنا غير بغيت نحول لكم هاد الفكرة هذي اللي هي العداد ديال الساعات ديال النوم عند الإنسان كذلي خصت تكون عند الحياة وان يعني إحنا يعني أول حاجة أول حاجة خصنا نديروها وهي بني ندرسوا المشروع ونبغون نحطوه في واحد جهة عشنو أول حاجة خصنا نديرو خصنا ندرسوا المكان اللي غدي تحط فيه المشروع يعني بتيجاه ديال الريح مثلا اسميتو الشمس يعني مني كتضرب في الصباح وفين كتغيب في الشمس يعني في العشية يعني عندكم واحد السطح ولا عندكم واحد المكان غدي تحطوه فيه الأرانيب ديالكم ما تحطو هادو البلاسة ديالهم حتى تدرسوا المكان مزيان أرى الندباء الناس اللي كيمشيوا وكيديروا الضو يعني عندهم واحد المكان مظلم أولا شمس ممكن تدخلهمش يعني الريحة ديما باقية ذاك الريحة الأمونيات ديما عندهم في المكان عشنو كيديرو كيمشيوا باش يبقوا مفيقينهم وياكلوا يعني أرى نباش ينمو ديالهم يكون دغير تحول ديالهم يكون دغير عشنو نديرو لهم نبيتو هم فايقين ونضلو نهار كامل هم فايقين عشنو نديرو نديرو لهم الضو نخليو الضو شاعل على طول النهار أولا خاص المربي يدرس الميزانية ديال التربية ديال الأرانيب يعني المشروع المشروع ككل خاصو يدرس الميزانية ممكنش أنا يعني النهار كامل لبولات شاعلين وهذه يتجيني مثلاً في الشهر واحد مئتين درهم وغادي اذا اشي اللي يعطانيه للأرانيب يعني كخلفات نشده وراه كافيني ما يمكنش يكون كافي لك تي كتعطيه وحد متين درهم في الشهر هذه هذه معروفة أو الناس اللي غادي يديروا مثلا السيليماتيزر يستهلك الضوك ماشي غا حنا خصنا نشوفه ورقة وسيلو ونشوفه أشعار كيدخلنا هاد الأرانيب يعني كاي اللي دير الأرانيب عدد قليل كاي اللي دير عدد كتير كاي اللي متخصص في الأرانيب يعني دير صارف مشروع صارف عليه ولكن خاصنا ندرسه وممكنش أننا ندير واحد مشروع يعني باسط ونشد دنياء باش الأرانيب ديولي يكبروا دغية دغية نشد ونعطيهم يعني الفياق يوميين أولا نركض جهدهم الناس اللي ديرين الضوء على طول هنرى كي يتصابوا بإجهات كي يبقوا ديما مسخسخين مقادرين شي يأكلوا يعني كي يقول لي بالعكس ماشي ماشي أنكم فيقهم ديما أنهم غادي بقوا يأكلوا بززر لا الأكل الخص يكون بمواعيد يكون ببيتامينات يكون الأكل يكون متنوع ما تديرو لهم شغي أكل واحد مثلا في الصيف هادلوقيته ممكن أنكم تعطيهم واحد شوية ديال الخوضر يعني باش يباشي كرشهم ما تبقاش معه دغية على السيكاليم أو الحوي يجيناش فيه المهم كين تنوع ديال المستوى التغذية ينمو بوضوع أخر كيفاش؟ هذه غير بريت نزيدها لكم يعني طريقة ديال النمو ديال الإنسان بالنسبة للطفل الصغير هذه معروفة يعني بقال الأمهات أو الأباء كي لاحظوا على الأولاد ديالهم وهو أن الطفل فوقش ينمو بالصح يعني فترة النمو دياله وهو النعاس دياله مني كي يرتاح مني الدري الصغير كي يرتاح وكي ينعس كي لاحظوا أنه بدأ كي ينمو كي يحسوا به كي ينمو قدامه يعني كي يكبر قدامه أما مني كي يكون مثلا لا يحفظ كي يكون مريض وغي كي يبكي وما قادرش ينعس كي يحسوا به باللي أخوته يعني حد خور من الأخوة دياله كبير ضغية ضغية غدا يحسوا بها يعني الطول دياله كبير بزاف ديال الحواج يعني بصحة جيدة هادك اللي دي مغيم فايق ما بغيش ينعس هادك ما كي يكونش النمو دياله يعني سريع وطبيعي هادشي راكين طابق • هادة الشي حاولوا انكم تعطوهم واحد تمانية تصوية دياله ديال ديال النعاس وحتى القلية ديال الاختلاف الليل والنهار حاولوا انكم الى الشتو الحال الضم بكريم حاولوا انكم تعطوهم واحد شوية ديال الضو يعني من الأحسن وايمن define ويساً ديال الصهد وديال الحرارة حاولوا أنكم لا تدروش البولات ذاك الصوفر العاديين اللي كيطيعوا الحرارة ذاك اللي كيكون فيهم غسليك الداخل لا حاولوا أنكم جيبوا ذاك البولات ديال النيون هذه البولات ديال النيون اقصاديين بالنسبة للإستهلاك ديال الكهرباء وفي نفس الوقت اراهم يعني ما كيكي القشوح بالحرارة اللي غادي يتأثر على الأرانب ديالكم يعني في الفترة الليلية وخاكك يكون شوي ديال الصال ممكن أنكم تدرو ذاك البولات ديال النيون راهم ما كيكي يتغلبوش بالحرارة هنا كيما كنت شوفوا معي هذا النهارة كين مشيغي الحرارة منطقة الشرقية ديالنا واحد البلاد اسمها غيرسيف غيرسيف يعني أشغل نقول لكم واحد الحرارة مفريطة بزاف يعني هذه واحد ثلاثة أيام را كدرك لهم رشاشات ديال الماء درك لهم حمام في فترة ديال الظاهرة الحمد لله را أني قدرت أني نتجاوز ما يعني ما كانش عندي الموت ولكن نطلبو الله تتخير الجميع المربيين اللي كي يربيوا الأرانب الحلقة ديالنا هي هذه ما تنسونا بجر جيم كان نعطيكم يعني فيديويات في المستوى حاولوا أنكم تسندونا في القناة تكيوا لزير جيم تكيوا لزير الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة